يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية أمام نظيره الكرواتي ومغدا السبت لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في مونديال قطر المزيد في التقرير التالي اللحظة الأهم في تاريخ كرة القدم العربية تلك التي ستعلنها صافرة حكم مباراة المنتخبين المغربي والكرواتي في مواجهة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في كأس العالم المواجهة التي يحتضنها استاذ خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة قد تشهد الميدالية المونديالية العربية الأولى والتي يسعى المنتخب المغربي لخطفها بعد أن سجل الإنجاز الكبير بوصوله إلى نصف نهاء النسخة الأولى من كأس العالم في الوطن العربي ويدخل المنتخب المغربي للقاء بطموحات كبيرة متسلحا بالزحف الجماهري الكبير والذي دعم المنتخب في جميع مباريات البطولة كما أن كتيبة المدرب وليد الركراكي تبدو متحفزة خصوصا وأن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا في افتتاح مشوارهما في دور المجموعات من البطولة بدوره يبحث المنتخب الكرواتي عن انتزاع المركز الثالث خصوصا وأن المباراة ستكون على الأغلب الأخيرة في المسيرة المونديالية للأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش كما أنه يطمح بتأكيد التألق الكبير لهذا الجيل الذي وصل إلى نهاء النسخة الماضية وكان المنتخبان قد تواجدوا في المجموعة السادسة وتعادل بدون أهداف حيث تصدرت المغرب المجموعة قبل أن تقصي إسبانيا والبرتغال في مشوارها للدور نصف النهائي قبل أن تخسر من فرنسا بهدفين دون رد أما كرواتيا فقد تغلبت على اليابان والبرازيل قبل السقوط أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم بسبب تعرضهم للإصابة لحضور المباراة النهائية ضد الأرجنتين ووفقا للتقارير الصحفية فإن ماركون أو ماكرون عفواً يرغب في أن يكون كريم بن زيمة وانجولو كانتي وبول بوكبا في الملعب خلال المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على استادي لوسيل عاد لاعب الوساطة دريان رابيو والمدافع دايو أوبا ميكانو إلى تدريبات المنتخب الفرنسي قبل نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين كما غاب جانكسلي كومان بسبب إصابته بفيروس طفيف حيث أكد الاتحاد الفرنسي أنه بقي في الفندق كإجراء احترازي لكن حالته لا تثير القلقة بشأن النهائية موسيقى